وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية وكأحد روافض الداعمة للاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني وقد استعرض الفريق اسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام الفين وعشرين حوالي ثمانية عشر الفا وثمانمائة وثلاثين سفينة لترتفع في عام الفين وواحد وعشرين إلى عشرين الف وستمائة واربع وتسعين سفينة وتزيد خلال عام الفين واثنين وعشرين إلى عدد ثلاثة وعشرين الف وخمسمائة وثلاث وثمانين سفينة ما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالي ثمانية مليارات دولار بنسبة زيادة خمسة وعشرين في المئة عن عام الفين وواحد وعشرين وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتنفيذ مراحل استراتيجية تطوير القناة مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية فضلا عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول أربعين كيلو مترا والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة ترجمة نانسي قنقر